موسيقى الريحة صلاح الريحة لازم بيتحكم فيها كذا حاجة اه افضل حتة للحجر مشوية لا ارد علي ما يكون بكلمك رد علي مادام افراحة اللحم من الجائش ان احنا عايزين نحط اللحمة حمره خالص عشان الحوش يبقى حاجة اي واحدة بقى تيجي تقولك انا اياها هعمل لك قرية اللحمة حبيبما تيجي هو يجي دو قرية اللحمة ولا انت طالب محمد صلاح لصنص حقوق بدرجة جزار لما امراته جات عماليته كبدة في شهر العسل حصلت مشكلة كبيرة تعالوا نشوف مين هو مو صلاح الكبدة والسجوء في مصر واهلا بيكم في حلقة جديدة من فتح السور طب وصلاح اللي بيقولوا عليه اه في حاجة؟ لا لا انا بطمن عليك بس يعني مش لانا فيش حاجة بس ده ايه ده؟ ايه ده طيب؟ ده واحد سألني السجوء بتاعك احلى ولا بتاع مراتك؟ تخيل طب خويس اناسا كنت محضر لك بالسؤال ده والله ناسف منت قلت بتقول كده؟ لا 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 اقول ايه؟ اي حد بقى ازاك اللقمة نظيفة يجينا دواقوا بقى اللحمة ايه انت عندك لحمة نظيفة انت طبعا انت برضو بتسأل لا مش باسأل لا انا بتأكد انا بتأكد خد بالك بصراحة انت بقى سألتك كتير ما تتنرفس بسرعة لا انا هعمل لك ايه طيب؟ هاتي نشوف الحوش المجرم ونعرف الستات ازاي بتعمل الحوش المجرم ده عشان خطري انا هنعرفهم بس مش هافي اعملوهم لا هيعرفهم لا مش هعرف ليه؟ لا اخد بالك الستات عندنا شاطرين جدا هم شاطرين بس في حاجة بتاعت انا بقى اه احنا هنقول لهم مرزقين على الله طب انت انت مراتك بتاع بتعمل الحوش ده؟ ايه؟ يعني انت احلى بتعمل الحوش احلى ولا مراتك؟ تكون سامعان او غراي سامعان فيها دي مراتك؟ اه انا اللي بعمله حالي اه؟ انا بعمله حالي انت بتعمله حالي؟ تعالي يا سازة خلاص هي بتعمله حالي حالي كم ولا من المعاهد بس ده بقى الحوش؟ تمام حاجة حاسية في الحوش ممكن تفوت على الناس كتير العيش بتاع الحوش نفسه اه الضغيف بتاع الحوش؟ نفسه ده مهم في الحوش؟ اه اه ما ينفعش يبقى مستوع عادي زي العيش اللي احنا بناكله مع الاكل بتاعنا او مع الطبيقه والكلام ده اه ده حاجة ممكن بتفوت من الناس كتير او ناس كتير جدا متعرفوه اه اول فكرة انه اللحمة وجهات حطناه فيها الحوش يطلع بقى في الاخر بيقولك هي الحوش طريقة مين ناشف اللحمة من الجائش ان احنا عايزين نحط اللحمة حمره خالص عشان الحوش يبهج نمش صح اه لازم ان يبقى فيها نسبة دهوم الريحة صلاحة؟ الريحة لازم ان يتحكم فيها كذا حاجة اه مش الاساسي التواب التواب اللي عامل كبير طبعا بس حطة اللحمة برضو بتبقى ليها ريحة اه حطة اللحمة من كل لحمة بلدي ومخدومة كويس اه في حتة معينة في اللحمة انت بتختارها للحوشي ولا يعني ده الحوشي كمنه مثلا بياخد وش فارما او وش ونص او وشين على حسب الرغبة ام نحب بالهي تبقى حطة خشنة شوية ام ممكن اه حطة دي بتبقى كويسة لاني عامل ما اللحمة بتتفرم فممكن لو هي لحمة لعمة تدوب حواوش المجرم ده بيتكاوم من ايه بقى؟ بيتكاوم ده اللحمة العادية بتاعتنا اه اللحمة بقى فيها سنة فلفل طماطم اه تمام نقرس عليه بس في السوا شوية ام ده السجوق بتاعنا الخلطة مش سجوق ايجاف اللي هو قطع بس كل الحاجات دي بتساعد ان السجوق يبقى جوسي انت بتاكل حاجة متاكلش حاجة ناشفة وانت مش مش حاس ان انت مبسوط ام احنا بنحب الحاجة الطرية ايه فعلا فالحاجات دي بتعمل جوسي ما بين البصل والطماطم والفلفل الالوان والفلفل الحامي كل ده خلطة بتخلي ان السجوق طري واما بينزم مع الحواشي برضو بتخليه طري وهننزم بقى بالسر بتاعنا دوقتي يا قوله لك اللي حطينا اللحمة ايها طبقة اللحمة تا وعليها السجوق ايها في بقى خلطة دي جبنة بس هي خلطة كبيرة احنا بنعمل ما بين مسلا خمس او ستة انواع جبنة اه بالخلطة دي بالخلطة دي بالزرطة بتحطها برضو مع الرضيف مع الوش الحواشي ده بتاعنا احنا مخترعون احنا اللي مخترعين اه هو ده بقى كده الحواشي المجرم ده المجرم ده المجرم يا جماعة مجرم مصراحة مصورة يلا معلش هنجيلك بعد شوية لازم ان نجيلك تعالى ورينا بقى الحواشي التاني اللي انت بقدر عليه ده اختروها بقى تاني خالص القرمة القرمة اه ده بقى مخترع حواشي القرمة تعصب عليهم الصبح مش عارف لي انا وانت كنت هتامل حقيقة دلوقتي لا ده انا كنت بقى ديك السكينة عشان خاطر تورينا ده بقى مخترع حواشي القرمة مصطبق وي ده حواشي مش مفهوم في لا لحمة سريمة ايه اه وبتقطع على القرمة وبتقطع على القرمة صدفة ورينا كده بتقطع ازاي ده حواشي القرمة جماعة اللي هو بيتتبل اه وبيجهز على القرمة على طول كل على القرمة كل على القرمة صح اه وبتطر تلجأ عليها في الاكرة ويجي تشتري حواشي طوف في الطبور عادي مجيش مشكلة اللي هي اللحمة الحمرة اللي هي بتيجي انا عايزة حط لحمة حمرة بتجيلي هنا بتقول لها نسلا عايزة اعمل حواشي اه طالي حط لحمة حمرة اللحم ده يبقى انا بقلل من المنتج لا بصل والفلفل والطماطم ده مكون اساسي بيخلي حاجة معنا الطريق بس انت عندك مشكلة مع الستات لا والله انا حبيبنا لا بسرعة انا ده معظم هو كل الشغل بتاعنا مع الستات كنت حماتك كانت مرة عمليتلك سجوء او كبدة او مكنتش في تعليق عليها مثلا انا قتلها لا ده انت مفهو تعمليش هزا كزا 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 ايه اللي دور لها عرفنا بقى صلاح مات لا والله ما بيش حاجة انت بان ده ابتبع حاجات بسيطة جدا يا مم الكسوف والله يعني علقت علي ايه انها علقت علي الكبدة مم الكبدة اللي هيها سر شوية في الكبدة ايه ده بزا اه كبدة بزا انا قتلها ايه بقى قتلها جامعة ميلا جدا انت اسلاميدي جامعة واما ورديني ايه مم اقول ايه ما انت اتجويست خلاص انا خلاص انا خلاص خلاص مشتبه بقى نشوف الكبدة والتفصيلة بتاعة الكبدة طريقة عمل الكبدة ومتبخاش علينا في المعلومة لا عشان خطري بجد والله يا عم الناس هتجيلك انت ليك لزلك يا اما خافش واما هم في الاخر ما بيعرفوش عمله وانتا قولتلي في الاخر هم السيتاتنا بتاعوش تعمل في الاخر وبيجيولو اكينا يقفو طوابير خلاص طيب ادينا السر بقى خلاص لا متكذبش بصراحة متكذبش نقول بص الكبدة اهم حاجة فيها نحنا مثلا زي ما بيقولو نكسر الزفارة بتاعتها سنة مم طريق مسلا نص لامونة بس نص لامونة بس فيه ناس بتقولك انها ما تتغسلش يا الكبدة ما تتغسلش الكبدة واللحم البكتيريا هتعلى فيه الماير تتفعل مع نسيج اللحمة ونسيج الكبدة تخلي البكتيريا قاعدة انا كنت قولتلي كده وانا عمل اقولهم كله تخسيلوا اللحمة تخسيلوا الكبدة عشان البكتيريا اللي هي البكتيريا بتزيد اكتر؟ بكتيريا بتزيد تتفعل معها اكتر بتعمل بقى ممكن بتتسبب مثلا واجع شوريش الباطنة يعني حاجات كده منهجل ماناش دعو بها الحمد لله حطينا عليها ده دي تتبيلة كده بتاعيه تتبيلة بس العنص اللي فيها التوم التوم عشان اعتبر كمضادة حاجة القوة تم وطماطم وفلفل حامي برضو فيها لمون والخل بس احنا بنعملها ان احنا بنحط كده يعني بالمعنى اللي هو بتاع الصنعة بتاعتنا بنتبل الكبدة بس بدون توابل اللي هي المعروفة دي التتبيلة بتاعتنا اه تمام حطينا التوم حطينا الليمون نقطتين بس حفظوا معا عشان هو قالها تاني والخل ولمون واتوم نقطتين بس مش اللي هي ايه بس كده خل حط خل تاني على الكبدة اه احنا بنحاول ان احنا ايه نغفله عشان ناخد منه المعلومة بس بمزاجة بمزاجة طبعا ان المعروف يضبع حطينا كده التوم واللمون وخل وميديها تقليبة كده وتتبيلنا اله تتبيلة بس ما حطيناش توابل وما يفضلش ان الست ودي برضو هنيجي نقولها هنا ما تيجي تساوي الكبدة متحطيش التوابل من الاول نهائي خليلك وانت عبما الكبدة تستي وتطلع سودا سودا ده بسبب ان التوابل بتحط من الاول